اليوم السابع على التوالي لا تزال المواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الانتقالي ملتهبة في أكثر من منطقة بمحافظة أبيان الكر والفر هو التوصيف المناسب لطبيعة التحركات العسكرية التي يخوضها الطرفان الذين لم يستطيع تحقيق أي تقدم حاسم طوال الأيام الماضية وسط خسائر بشرية ومادية في صفوفهما وأسر متبادل للقيادات الميدانية الأنباء الأخيرة الواردة من الميدان تفيد بتصاعد وطيرة المعارك في أبيان ووفق مصادر عسكرية فإن الجيش الذي نفذ هجوما مكثفا على عناصر المجلس الانتقالي في قرية سالم استعاد السيطرة على تلة الإرسال في الوقت الذي أفادت مصادر محلية بحدوث تبادل للقصف المدفعي وصواريخ الكاتيوشا وسماع انفجارات في محيط زنجبر الاشتباكات دارت أيضا بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بعد محاولة فاشلة لميليشيا الانتقالي في تحقيق اختراق عسكري في وادي ثلاء ولا تزال المواجهات مستمرة في الجغرافيا الواقعة بين منطقتين الطرية والشيخ سالم صدى المواجهات العنيفة بين الجيش والانتقالي المدعوم إماراتيا وصل إلى أروقة مجلس الأمن الدولي الذي دعا أعضاؤه إلى التهديئة وتنفيذ بنود اتفاق الرياضي الموقع في نوفمبر الماضي وكان من اللافت أن مجلس الأمن طالب الانتقالي بالابتعاد عن أي إجراء يتعرض مع وحدة الأراضي اليمنية وهو ما عده مراقبون تأكيدا دوليا على دعم الوحدة السيادية لليمن